قال الرئيس السيسي أنه في ضوء التزام مصر العميق بهويتها الإفريقية فقد تبنت الدولة العديدة من المبادرات والبرامج القارية ذات الصلة بالمياه وأشار الرئيس السيسي إلى أن رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة تؤكد مجددا هذا الالتزام حيث تسعى مصر من خلال هذه الرئاسة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه وفي ضوء التزام مصر العميق بهويتها الإفريقية تبنت مصر العديد من المبادرات والبرامج القارية ذات الصلة بالمياه كما تأتي رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة لتؤكد مجددا هذا الالتزام حيث تسعى مصر من خلال هذه الرئاسة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهدف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه علاوة على ذلك تقوم مصر بتعزيز أواصر التعاون الثنائي في مجال المياه مع العديد من الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل حيث تقوم بتنفيذ المشروعات المختلفة بتوميل مصري خالص مثل حفر الآبار وإزالة الحشاش في المجال المائية وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وتأهيل المواني وبناء سدود حصاد الأمطار ترجمة نانسي قنقر